موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز أخبار ثانية من قناة المرابطون أهلا بكم تعهد الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز بدعم مالي في سعيها لتنفيذ بنود اتفاق السلام الذي وقعت عليه بعض الأطراف يوم أمس بالعاصمة باماكو وقال العبد العزيز في كلمة ألقاها بالمناسبة إن تنفيذ هذا الاتفاق سيسهم في ضمان الاستقرار بشبه المنطقة والقضاء على ما سماها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قال إنها مثلت حاضنة للمجموعات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر قال مصدر من داخل كتلة أحزاب المعاهدة إن الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز التقى الرئيس الدورية للكتلة بيجل الهميت والرئيس المنصرفة مسعود والبلخير كلاهما على حدة ووفق ذات المصدر فإن اللقاء مع والبلخير استمر زهاء ساعة من الزمن وتم فيه التطرق لموضوع الحوار السياسي وقد دعا والبلخير الرئيس إلى تقديم تنازلات من أجل إطلاق الحوار مبديا استعداد الكتلة له استذكر عشرات الشباب المنضوون تحت لواء المنظمة الشبابية لحزب الصواب ذكرى النكبة الفلسطينية التي مضى عليها ما يربو على ثلثي قرن من الزمن ذكرى اغتصاب فلسطين وتهويدها وتهجير ساكنتها إلى الشتات من طرف عصابات صهيونية غادرة العشرات هتفوا أمام أمس أمام مقر السفارة الفلسطينية بنواكشوت منددين باستمرار القتل والتدمير الذي يتعرض له الفلسطينيون وسط صمت عربي ودولي مطبق نلمت الرابطة الموريتانية لطب النساء والتوليد بالتعاون مع وزارة الصحة نلمت المؤتمر السابع لطب النساء والتوليد في موريتانيا المؤتمر المنظم بالعاصمة نواكشوت تستمر فعالياته ليومين ويشارك فيه أخصائيون من مختلف البلدان المغاربية وبعض دول إفريقيا الغربية يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهري على الشاشة الثالثة موجز إخباري بحول الله أحدمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة